أهلا بكم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة قرب شهر رمضان وبالمناسبة دي النهاردة هنعمل مع بعض زينة رمضان وهنكتب فيها رمضان كريم فهنشوف مع بعض هنعملها ازاي لكن قبل ما نبدأ نحب نفكركم ان علشان يوصلكوا كل جديد لينا لو كنتم لسه مشتركتوش في قناتنا تقدروا تضغطوا على زرار اشتراك او سبسكرايب ولو كنتم مشتركين اتأكدوا انكم فعلتم التنبيه او الناتيفيكيشنز من علامة الجرس الخيط اللي هنستخدمه هو إليس كوتون جولد والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3 ولو حبيتو تشتروا اي ادوات او مستلزمات للكروشي اونلاين موجود تحت في الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من اي دولة في العالم الزينة هتكون بتتكون من 3 اجزاء جزء الفرع او الجزء اللي هنعلق فيه الاجزاء التانية والحروف اللي هتكون كلمة رمضان كريم وهنعمل اشكال تانية زي اشبه بالوردات هتكون مع الحروف دي زي ما شفنا في البداية فاول جزء هنبدأ بيه دلوقتي هو جزء الفرع وهنعمله بالطول اللي احنا حابينه اللي ياخد مساحة كلمة رمضان كريم مع اي حاجة حابين نزودها ولو حبينا نزود اكتر هنزود في السلاسل اللي هنعملها للفرع احنا هنعمل الفرع دلوقتي تقريباً 400 غرزة سلسلة وهنعمل هنبدأ نسيب اول غرزة ونبدأ في الغرزة التانية نعمل اول غرزة حشو هنعمل في كل غرزة من غرز السلسلة غرزة حشو واحنا هنكتفي بسطر واحد من غرز الحشو لكن لو انتو حابين ان يكون سمكه اكبر فممكن نزود في عدد السطور وكلها بنفس الطريقة بغرز الحشو كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة فهنكمل لاخر السلسلة اللي احنا عملناها بطول الفرع هنكمل زي ما وضحنا كل غرزة من غرز السلسلة فيها غرزة حشو واحدة كده زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا سطر من غرز الحشو عملناه في سلسلة البداية اللي ابتدينا بها وزي ما وضحنا احنا اخترنا او عملنا طول ربعمية غرزة سلسلة ده هيكون طول الفرع كله وهي غرز الحشو زي ما وضحنا كل غرزة من غرز السلسلة كان فيها غرزة حشو واحدة وطبعا زي ما وضحنا لو حبينا ان احنا نزود عرض الفرع ده او السطر اللي احنا عملناه ممكن نزود سطور تانية من غرز الحشو للسمك اللي احنا حبيناه وبرضو لو حبينا نزود فيه الطول هنغير فيه عدد سلاسل او غرز السلسلة اللي عملناها في البداية الخطوة الثانية اللي هنعملها هي إننا هنعمل حروف كلمة رمضان وحروف كلمة كريم طبعا الحروف طريقتها إحنا وضحناها في الفيديوهات كل حرف لفيديو لشرحه بالتفصيل وإحنا هنعمل الحروف بطريقة الشرح دي زي ما إحنا شايفين كل حرفة هيكون عبارة عن طبقتين الطبقتين هيتعاملوا بنفس الخطوات وهنوصل الطبقتين مع بعض بإطار وهنعمل كل الطبقتين والإطار بنفس اللون لكن هنختار الألوان طبعا اللي نفضلها ونغير فيه ألوان الحروف زي ما إحنا حبين وهنبتدي بعد ما هنعمل الحروف هنبتدي نوصلها بالفرع هنبدأ مع كل حرف من الظهر نبتدي نعمل جزء بلون الفرع أو لون السطر اللي احنا عملناه من غرز الحشو اللي هيتعلق فيه الحروف هنبتدي نوصل هننزل عن أول سطر هننزل للسطر اللي تحت تاني سطر على طول نبتدي نوصل فيه الخيط وهنعمل عشر غرز سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ده الطول أو البعد اللي هيكون عليه كل حرف من الفرق أو من الجزء اللي احنا هنوصله به طبعاً العشر غرز هيتكرروا بنفس الطول في كل الحروف هنبدأ نسيب أول غرزة ونبدأ فيه الغرزة الثانية نعمل غرزة حشو وهنعمل برضو سطر واحد من غرز الحشو كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة وهنرجع تاني لنفس المكان اللي بدأنا عنده وصل السطر اللي احنا عملناه نقفل بغرزة نائمة أو منزلقة عنده السطر اللي احنا عملناه من غرز الحشو هنقص الخيط وطبعاً هننظف أطراف الخيوط وزي ما احنا شايفين ده هيكون السطر اللي هيوصل كل حرف بالجزء أو بالسطر اللي عملناه علشان يتعلق فيه وزي ما احنا شايفين الجزء ده هنبتدي نوصله بالجزء اللي فوق بالخيط والإبراء العاديين احنا كان ممكن ان احنا نوصل السلسلة واحنا بنعملها بالجزء ده لكن احنا بنفضل ان احنا نوصلهم بالخيط والإبراء العاديين علشان يكون فيه تثبيت أكتر والجزء اللي نوصل به السلسلة ما يشدش الفرع الفرع يفضل شكله او السطر اللي احنا عملناه ده يكون منتظم فاحنا بنفضل الطريقة ده ان احنا نوصل الجزء ده او نعمل جزء للفرع العشر غرز اللي احنا عملناهم او السطر ده ونوصله بجسم الفرع بالخيط والإبراء العاديين وطبعا زي ما وضحنا الخطوة دي هتتكرر مع كل الحروف كل الحروف هيكون لها نفس البعد ده عشر غرز سلسلة ونعمل سطر من غرز الحشو ونقفله عند المكان اللي بتدينا عنده وصل الخيط وزي ما وضحنا ان احنا بننزل سطر عن بداية الحرف ودي هتكون الطريقة طبعا هنوصل كل الحروف زي ما شفنا بعد ما نعمل الجزء ده هنبتدي نوصلها في السطر اللي احنا عملناه من غرز الحشو وطبعا هنوصلهم على أبعاد متساوية وبترتيب حروف الكلمتين رمضان كريم كده زي ما احنا شايفين بعد ما ثبتنا الحروف حروف رمضان كريم زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا لكل حرف الجزء اللي هنثبته في الفرع عن طريقه والجزء ده زي ما شفنا كان عبارة عن عشر غرز سلسلة وعملنا سطر واحد من غرز الحشو في كل غرزة من غرز السلسلة اللي عملناها وثبتنا زي ما احنا شايفين كل حرف بالخيط والابرة العاديين وكل حرف على بعد متساوي من الحرف اللي بعده هنبدأ دلوقتي نعمل أشكال أو وردات هتتثبت عند الأماكن تثبيت الحروف علشان تكمل معنا شكل الزينة هنبدأ معنا الشكل اللي هنعمله بأربع غرز سلسلة هنقفل أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة منزلقة أو نائمة ونكون حلقة وهنبدأ نعمل غرزة سلسلة واحدة وجوه الحلقة اللي كوناها من سلسلة البداية هندخل بالابرة جواها ونعمل غرز حشو بتلف على السلسلة زي ما احنا شايفين بندخل جوه الحلقة اللي عملناها من سلسلة البداية وبنعمل غرزة الحشو بتلف عليها كده عملنا ثلاث غرز حشو، هنعمل عشرة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة وعند مكان سلسلة البداية اللي ابتدينا بها هنقفل اللفة الأولى دي بغرزة منزلقة أو نائمة يبقى زي ما شفنا بدأنا بأربع غرز سلسلة قفلنا أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة منزلقة وعملناها حلقة وابتدينا جوة الحلقة دي نعمل غرز حشو زي ما احنا شايفين غرز الحشو كانت جوة أو بتلف على الحلقة اللي عملناها من السلسلة مش بتدخل في غرز السلسلة وعملنا عشر غرز حشو، هنبتدي ندخل اللون الثاني ونبدأ اللفة الثانية، هنوصل اللون الثاني هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، هنشتغل برضو بغرز الحشو، وهنبدأ في أول غرزة نعمل غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة الغرزة اللي عليها الدور، الغرزة الثانية هنعمل فيها غرزة حشو واحدة، الغرزة الثالثة او اللي عليها الدور هيكون فيها اتنين حشو مع بعض في نفس الغرزة والغرزة اللي بعدها هيكون فيها غرزة حشو واحدة، وده هيكون الترتيب اللي هنعمله في اللفة الثانية غرزة هيكون فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها هيكون فيها غرزة حشو واحدة والغرزة اللي بعدها فيها غرزة حشو واحدة واللي بعدها فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة وهنوصل عند مكان سلسلة الارتفاع هنقفل عنده اللفة بغرزة منزلقة يبقى زي ما احنا شايفين اللفة التانية زي ما قلنا عملناها غرزة فيها اتنين حشو مع بعض غرزتين حشو في نفس الغرزة وغرزة فيها غرزة حشو واحدة واللي بعدها فيها اتنين واللي بعدها فيها واحدة هنبتدي ندخل لون ثالث، هنبتدي نوصل اللون الثالث ومش هنعمل في اللفة الثالثة، مش هنبدأ بسلسلة ارتفاع احنا هنبدأ على طول في الغرزة اللي عليها الدور نبتدي نشتغل أو نعمل غرز الحشو هنعمل في أول غرزة ثلاث غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة واحنا ما عملناش سلسلة ارتفاع علشان احنا عايزين ندي أو نخلي الثلاث غرز دول يدونا زي لفة أو كيرفات كده عند آخر لفة وده هيبان معنا لما هنعمل في الغرزة اللي عليها الدور، غرزة منزلقة أو نائمة يبقى زي ما شفنا بعد ما وصلنا الخيط ما عملناش سلسلة ارتفاع وابتدينا على طول في أول غرزة عملنا ثلاث غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة والغرزة اللي بعدها على طول عملنا فيها غرزة منزلقة أو نائمة علشان زي ما قلنا الثلاث غرز يدونا منحنى ويكون بدايته ونهايته مقفلين هنبدأ بعد الغرزة اللي عملنا فيها غرزة منزلقة أو نائمة هنبدأ في الغرزة اللي عليها الدور نعمل ثلاث غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة والغرزة اللي بعدها هنعمل فيها غرزة منزلقة أو نائمة يبقى إحنا هنمشي بالترتيب ده يبقى إحنا هنمشي بالترتيب ده غرزة هنعمل فيها 3 غرس حشو مع بعض في نفس الغرزة والغرزة اللي بعدها فيها غرزة منزلقة أو نائمة والغرزة اللي عليها الدور فيها 3 غرس حشو مع بعض في نفس الغرزة والغرزة اللي بعدها هيكون فيها غرزة نائمة أو منزلقة هنبدأ في الغرزة اللي عليها الدور أو بعد الغرزة المنزلقة هيكون الغرزة اللي فيها ثلاث غرز حشو الغرزة اللي بعدها هيكون فيها غرزة منزلقة وبعد الغرزة المنزلقة الغرزة اللي بعدها فيها ثلاث غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة والغرزة اللي بعدها فيها غرزة منزلقة وزي ما وضحنا هتكون ده الترتيب اللي هنمشي به في اللفة الثالثة هنعمل غرزة منزلقة والغرزة اللي بعدها فيها ثلاث غرز حشو مع بعض في نفس الغرزة وبعد غرز الحشو الغرزة اللي عليها الدور فيها غرزة منزلقة وهنكمل بنفس الطريقة كده وصلنا لآخر غرزة وهنقفل اللفة كلها بغرزة منزلقة عند بداية اللفة بكده دي هتكون – الشكل اللي احنا هنعمله أو تكوين اللي احنا هنعمله للشكل الوردة اللي هنعمل به أو هنكمل به شكل الزينة بتاعتنا واحنا هيكون عندنا ألوان تانية هيكون ده الوردة أو الشكل اللي هيكون فيه 3 ألوان هنقرره بعدد الحروف اللي عملناها باللون الأصفر أو اللون الحموثي اللون الأساسي في الفرع إحنا عملنا باللون اللي عملنا بالفرع أو السلسلة اللي علقنا فيها الحروف عملنا حروف بنفس اللون عند الحروف دي هنعمل الوردات اللي هيكون فيها التلات ألوان أما الحروف التانية هنعمل عندها نفس الوردات بنفس الشكل بنفس الترتيب ونفس عدد الغرز ونفس التلات لفات لكن هيكونوا بألوان كل حرف يعني عند كل حرف غير الحرف اللي باللون الأساسي هنعمل بنفس الطريقة وردة بلونه زي ما احنا شايفين وهي نفس الطريقة اللي احنا عملنا بها الوردة أو شرحناها دلوقتي لكن زي ما قلنا هنعمل الوردة اللي فيها الثلاث ألوان دي عند الحروف أو بعدد الحروف اللي باللون الأساسي أو اللون اللي عملنا به السلسلة الأساسية وطبعا الحروف أو الوردات التانية اللي هتكون بالألوان التانية هنعملها كل حرف زي ما قلنا هنعمل لي وردة بلون فهنكمل عدد الوردات أو هنكمل الأشكال بتاعتنا ونبتدي نثبتها فوق كل حرف كده زي ما احنا شايفين الحروف اللي عملناها باللون الأساسي أو لون السلسلة اللي علقنا فيها الحروف هنعمل الحروف أو الوردات الملونة هتتثبت فوق كل حرف من الحروف دي أو اللي باللون ده أما الحروف اللي باللون بالألوان التانية كل لون هنعمل وردة أو الشكل بتاعنا بلون الحرف اللي هتتثبت فوقه وطبعا تثبيت الوردات هيكون برضو بالخيط والإبرة العاديين فهنكمل عمل الوردات أو الشكل بتاعنا ونثبتها فوق الحروف كده زي ما احنا شايفين بعد ما ثبتنا الوردات اللي عملناها فوق كل وردة بنثبتها فوق الحرف وزي ما شفنا الوردات اللي عملناها باللون الأساسي أو لون الفرع اللي سبتنا فيه الحروف عملنا أو سبتنا فوقها الوردات اللي فيها 3 ألوان أما الحروف التانية فكل حرف بلونه عملنا الشكل أو الوردة بنفس اللون وسبتناها فوق الحرف دي كانت آخر خطوة في عمل زينة رمضان لو عجبكوا الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك ولو عندكوا أي استفسار اكتبوه في الكومنت وعلشان يوصلكوا كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا وشكرا